اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحوار بتاعنا هذا الصباح والأحواراتنا هيظل مع الساحن المستديرة في المدمار المستطير الأخضر مع الأستاذ أسام الحسن رئيس تحيير جديدة الهدف صباح خير يا سيد أسام صباح خير يا سيد أسام خلينا الأول نبدأ بدايا عم شايف أنه يعني فيه فعلا بشرة أن النشاط الرياضي يعني فيه تمهيد واضح خلال الأسبوع اللي فات بعد المباريات الحمد لله عدد بسلام بحضور الجمهور لعودة النشاط الرياضي بقى الكامل نشاطه بإذن الله يعني أنا شايف أن مغارات الزمالك في الكاس ومغارات الأهل في بطولة أفريقيا أو بطولة رابطة الأبطال الأفريقية حقاقت مكاسب كتيرة جدا لغد النظر بقى أن نحن بنقول أن النشاط الرياضي يعني إن شاء الله هيرجع بإذن الله كاملا في خلال الأسبوع أو أول ديسمبر أنا شايف أنه فيه نشرة خير من نحن الأمني من نحن الإعلامي من نحن الجمهوري يعني مكاسب حقيقية أنا شايفها أحرزناها في الماتشين دور وأتمنى إن مواصلة المكاسب دي في خبرات أغانا يوم 19 إن شاء الله لأن دي هتكون محوى الرئيسي جدا قدام العالم كلنا لأن كل الناس مستندين ربي الفعل لماذا شايفا لقد أنت النظر عن نتيجة لأ النتيجة إحنا ما تنجلش أمل عليها طبعا إحنا بخير الإنسان الأغلبية كتئة أو المنظوم بتاعنا إحنا كلما كنا متعلم الفرص بتاعتنا ضائيلة جدا لأ هو كلام منطقه وعقلاه اه يعني لازم نقول على ارض الواقع فعلا ان الفرص دقيلة جدا 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 ولكن اه قولي لا يعني زي ما خسدنا ستة ليه ما نكسبش ستة بس في جانب تاني نكسبه هو يعني صورتنا قدام العالم في تأمين المباراة في شكلنا قدام العالم احنا دلوقتي بصدد في مكاسة تانية حقيقية لازم نحقق خسرنا الكورة او خسرنا ماتش او خسرنا وصلنا لكاس العالم لكن نكسب حاجات كتيرة جدا يعني احنا نتمنى ان احنا نكسب من الماتش ده استقرار جماهيري واضح على مستوى مصر قدام العالم استقرار امني في الماتش ده قدام العالم استقرار سياحي لان كنتي لما بتحققي قدام الناس دي كلها ان في امن وفي جمهور وفي رياضة ده هيدت مؤدلة جدا للساحين في مختلف البلدان العالم ووكالات الانباء اللي هدين الى الماتش لان ده في تصفيات كاس العالم على مستوى القرى الافريقي فهو ماتش مرتقب بوحظة الاهتمام جماهيري واعلاني من مختلف بلدان العالم فاحنا عايزين نستخدمه بصورة مثالية جدا تنعكس على النواحي المختلفة في حياتنا هو بتقلي يعني نحو الحديث حضرتك كده او اللب النقاش اللي هي ارتفاع الروح المعنوية يعني هل ارتفاع الروح المعنوية هيدي دفع لمباراة المنتخب من وجهة حضرتك انا اتمنى اتمنى انتصار الاهل في بطولة رابطة الابطال الافريقية واحرازه اللقب لثامن مرة في تاريخه اللزون دافع للعيبة لان انت عارفين المنتخب الوطني معظمه من الاهل والزمالك وهو ان الزمالك خدت كاس بعد غياب طويل وارتفعت معنوات المهوره ولعيبته وقدرته وفي نفس الوقت نفس الشيء بالنسبة للعيبة النادي الاهلي ودمهوره ان بتتضافر البهود دي والمكاسب دي في ان احنا تنعكس علينا في بطش المنتخب مع غام الحاجة التانية هرجع واقولك ان لو مقدماش نوصل لنهايات كاس العالم هايزين نوصل لمرحلة استقرار على مختلف المواحي الامية والجماهيرية والاعلامية بشكل افضل من اللي كنا علي خلال سنتين تلاتين واكيد يعني انتظارنا اللي هيقدمه اللي عابين في المباراة دي كاوة عن مباراة مصر ويجينا الاولى حتى يعني لو خرجنا مهزومين على الاقل يعني تكون هزيمة بشرف لا احنا مش هنقبل الهزيمة في المطش التاني لكن بقبل الشروط بصورة مشاركة احنا نحق اقفوز ممكن نكسب واحد اتنين تلاتة ايام احنا هنخرج مثلا يبقى نخرج بشرف ما نتهزمش في المطشين احنا كده سلمنا الارض الوقت شاكينها وحش ايام 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 شاكينها وحش مش كده فاحنا نتمنى ان احنا نفوز في المطش التاني حتى لو كانت النتيجة النهائية في محصلة المطشين ان احنا نخرج بشرف لما نفوز ثلاث اربعة صفر ونخرج غير ان ما نتهزم في المطش التاني برضو على الارضنا وسطو بالمقبل لا قدر الله هتبقى يعني نقف مؤسف ونقلم ونوجع سواء للكورة المصرية او لا لا احنا كمصريين تأمين المباراة اتنشافها ازاي المطش بتاعها لالنا؟ لحالي تأمين المباراة الجbil ماطش قدر ، ماتش ايام مسحだ أنا شايف لها التأمين الحقيقي أفضل بكتير جدا من مبارات قبل كده ومنبطولات قبل كده ونعقيات قبل كده فيه ناس استغربت ان هما شافوا شباريخ نهو شافوه برته في كاس مصر في مدش الزمان اللي كان عرف انه حيتم التأمين انه عدم دخول حتى شباريخ المباراة شايف ان ده يعني شيء كان مخرجش في إطاره المعتاد أو الطبيعي هو انت حضرتك فجرت النقطة مهمة جدا 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 هو مفهوض بل من مفترض انه ما يكونش فيه ليه سواريخ ولا شباريخ وليه يكون فيه مراحل تأمينية مختلفة لغاية متوصله للمدرك يعني التفتيش بيجي في اكتر من نقطة قبل ما تقش الستاد بحيث انه ما يكونش فيه سواريخ وشباريخ بحيث ان يكون الدنيا اهدى بكتير من كده وده اللي احنا يطلبونه وده اللي احنا بنسع إليه خلال السنوات السابقة دي ولكن حجم اللي حصل أقل بكتير قوي من اللي حصل في السنوات السابقة يعني اقللنا احنا مش هنقدر نقضي على الظاهرة تماما من اول مرة او من تاني مرة او من تاية مرة بس خلينا نقول ان فيه مؤشر ايجابي عشان ما نبقاش الدنيا يعني دباب كلها كده خلينا نقول ان فيه خطوات بتتاخد بشكل موضوعي ومنطقي وعقلاني بحيث ان احنا نقلل مرة بعد مرة هتتلاشى نهائي خليه ثقافة خلان ثقافة الجماهير يعني في المدربات يبقى فيه ماس بيقودوا الجماهير ديت مفروض ان هم برضو من ضمن قائلتهم لما هم ممنوع موضوع الشماريخ الليزر مش ممكن يجي درماتها الاهل يستخدام الليزر اللي حالك تشايفت انا برضو الثقافة ما بتنزلش وحي عليها يعني على الناس يعني انا انا شايف ان الاعلام مو دور ايجابي جدا لازم يقوم بيه في توعية الناس دي وانها تبس فيهم الثقافة اللي حالك بتتكلم فيها انا شايف ان الاعلام الغوادي بصفة خاصة والاعلام بصفة عامة ما بيقومش بدور سواء اعلام مقرؤ او مرئي او مسموع خلينا نقول برضو ان احنا لسه في مرحلة من بعد 2011 احنا في سنة ثلثة حريات وديمقراطيات وكلام منها خلينا نقول ان الاعلام ليه دور مؤثر جدا 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 في التواعية الفقار ايه يحسن ده من الاعلام اذا كان اللاعبين مبيلتزجنش بدا يعني احنا شفنا حتى المبارات الاهلي وارلاندو احنا دلوقات التركيز مش على ادايا الاهلي عبدالظاهر وابو طريق انت بقى فيها على المحلو او ودي على المحلو او ودي على المحلو الصحف الحقيق اه ام شايف الموضوع كله ازاي شايف العقوبة اللي اخدها عبدالظاهر يستحقها ولا كان فيها يعني مبلغة وكان ممكن تكون اخاف بص حضرتك خلينا نقر ان اعترف ان هو اخضر هو طبعا اخضر ولكن خلينا نقول ان لازم تكون العقوبة تتساوى الى حد كبير مع الخطأ خلينا نقول برضو ان هو عنده 26 سنة عندوش لا ثقافة سياسية ولا ثقافة دينية واضح ولا وعي للموقف نفسه اللي هو عمله ومربوده فخلينا نقول برضو ان العقوبة تكون متوازنة الى حد ما انا شايف ان العقوبة قاسية جدا 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 انا بعطيبه احنا في وقت مستحمل في الاعتبارات اللي حضرتك مدفع سوبرس ان عدم الوعي هل البلد كان ممكن تستحمل لقدر الله مربود الاشارة دي لو حصل رد فعلا من قبل الجماهير لا يعني لا يتم وضعه في الاعتبار مقابل اللاعب في الملعب ماشي انتي تلوقتي كده بتقدي على مستقبل معه انتوا بتعرضي للبيع وكل مستحقات المقليقة في البطولة اه اتلاهت عدم مشاركته في كاس العلم للاندية يعني انت خلاص قتلت مستقبلي ما فيش حد يشتريه اللي يبقى نتكلم برضو كلام موقعه لان اللي هيشتريه هيتصدر لي مشاكل اللي احنا شايفين هدي فخلاص هو كده هيتحرم من الانتقام ولا مبارسة الكورة دي نقطة النقطة التانية سواء بالاشارة دي في الملعب او من بره الملعب او وهي بتحصل بتحصل في الشارع اللي عادي خلينا نعالج الموقف ما نفرحش قوي المزعل او احنا يعني جامل قوي يا نسخط سخط خلينا نتوازنين نفسيا في العلاج لان لو انا معلقتش صح بالتوازن نفسي بيبقى هناك مردود عكسي لما بيبقى بيحصل ايه بيحصل حال التعاطف انتي احنا ليه من العاقب اللي بيعانة للتصرف ده علشان يبقى قضوى مش كده وانا ايه علشان ما نشوفوش التصرف ده بعد كده في اي ملعب سواء كوره او هير كوره ايه فاحنا لازم نكون وعشان كمان ما نعرضش الملعب ان يكون صحة المتشابك والاختلاف السلس لاب هوا انتي لما بتبتري بتبتري كده يحصل تعاطف عكسي احنا عايزين نكون منطقيين في العقاب انا بيقلش ما يتعقبش ويتعقب يعني ممكن كان يتوقف سنة مفيش مشكلة زي بتاع الكون فوق اتوقف تكون متشطبش ما تعرضش للبيع ما تدفعيش اللاعب يتحول لكم بلا ميقوت او الانسان بصفة عامة مع الضغوط النفسية الشديدة بتعبئيه بيتحول بدل ما هو كان بيشاير بيبتدي يستخدم اساليب عنف اخر خلينا نتكلم نفسيا اكتر منها فنيين وبعدين في منطق مبدو الرحمة فوق العدل الان كان العدل هو العقاب اللي احنا نتكلم عليه فنقول انه ولد ستة وعشرين سنة ما عندوش اي ثقافة سياسية انا بكلمت بقى عن واقع او ثقافة دينية كافية ممكن انها تنطلق منه بالشكل فانا شايف ان اقافه كان سنة او سنتين مع حرمان المستحقات المالية عن البطولة مع عدم مشاركته في كاس العالم كان هيكون درس قاسي جدا جدا انها تانية ابو تريكا اختار ان نعبر عن موقفه بعدم استلام الميداليا وده ندر ليه ان عقوبته هي الغرامة هل ده شايف انه يعني تصرفين قدام بعض ممكن نقول انه هذا تصرف ناتج عنوعي وحسبان للتداعيات وده تصرف مكانش حاطت في الحسبان التداعيات واضحة جدا كلام حضرتك سليم فعلا التصرفين مختلفين لكن المردود نفس المردود والعقوبتين نتيجة ان ان التصرفين مختلفين كان العقوبتين مختلفتين ايضا فاحنا احنا بنتكلم بقى دلوقتي انا شايف ان العقوبة بتاعت ابو تريكا تتناسب مع الموقف ولكن شايف ان احمد عبد الزهر انا شايف ان اللوائح القانونية اللوائح اللي بترفحها الفيفا هل العقوبة تماشت مع اللوائح بتاعت الفيفا او اللوائح العالمية هنا الفيفا المكوف ده ملوش لوائح المكوف التصرف بتاع احمد عبد الزهر ملوش لوائح في الفيفا ولكن احنا بناخده هنا عندنا ان التصرف دخل السياسة في الرياضة على مستوى مصر خلي بالك ان العقوبة جاية من النادي الاهلي مش جاية من الكاف او الاتحاد الدولي لان في حاجات في افريقيا مثلا في العيبة افريقيا بتصرفوا التصرفات بعد ما بيجي لجول ما لهاش الدوابط ولا اللوائح ممكن تكون معبرة عن نواحي السياسية في البلدان من بتاعتهم لكن احنا بنتكلم على ان الاشارة دي لها مردود عكسي عندنا في الشعب المصري وممكن يؤدي زي ما حضرتك قلتو في بداية الكلام لغد فعل في الجمهور مع عشالك احنا بنرجع لعقوبة هل هي قصوتها تجنبا متحسبا لقدر الله لحدوث موقف زي ده خصوصا احنا يعني لسه منسناش تجربة استكبر سعيد انا عايز اقول لي حضرتك حاجة لما انا وقفه سانة معه ده قضاء على حياته الكراويه مدد سانة سنتين زي العيب يكون عدفوه ماشا لكن عرضه للبيع ما حدش هاشتريه تخيلي ممكن واحد او نادي يشتريه لعيب بدل منه تصرف ده كنا بالراحة شوية علشان المصلحة العامة للحالة النفسية مش عايز احوله لكل بلا مردود مش عايز حدد اعطف معك تفتكر النوعية دي من المواقف من اللاعبين سواء المواقف زي اللي خدوا عبدالطريكا او عبدالظاهر هيتكرر تاني وارد وارد الكر اه بصي طب لو كل قمتلك مش عايز ابالغ